كمثال مصغر للحرب في اليمن من المرجح أن تكون معركة مأرب طويلة ودموية هكذا وصف تقرير لمجلة إيكونوميست التطورات الميدانية والإنسانية في اليمن ولسيما في محافظة مأرب وبحسب تقرير إيكونوميست فإن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن إزالة الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية كان يهدف إلى زيادة تدفق المساعدات الإنسانية وبدء عملية تفاوضية جادة لكن الحوثيين زحفوا منذ ذلك الحين نحو مأرب مستفيدين من الدعم الإيراني المتواصل ويؤكد التقرير أن ميليشيا الحوثي تحاول في المناطق التي تسيطر عليها في اليمن تثبيت نظام مذهبي طائفي قمعي يتشابه تماما إلى حد كبير مع نظيره السائد في إيران التي تدعمهم بالتدريب والتخطيط والسلاح ومن هنا فإن معركة الحوثيين في مأرب ليست من السهولة بمكان فسكان مأرب يختلفون مع الحوثيين ليس سياسيا فقط وإنما يختلفون مذهبيا كذلك ما يعني أن مقاومتهم ستكون أكبر لو حاولت الميليشيا اقتحام كامل المدينة أما على الجانب الميداني فإن الأرض المفتوحة حول مدينة مأرب تجعل من المهاجمين أهدافا سهلة للطائرات السعودية وهو ما أبطأ بالفعل من تقدم مسلحي الحوثي نحو المدينة التي يسعون إلى السيطرة عليها أو فرض حصار خانق عليها بهدف استخدامه كورقة ضغط في أي مفاوضات مقبلة وبالنظر إلى الوضع الإنساني المتفاقم في اليمن من جراء استمرار الحرب فقد حذرت أربع وكالات تابعة للأمم المتحدة منذ شهر شباط الماضي من أن هناك ما لا يقل عن أربعمائة ألف طفل يمني مهددون بالموت جوعا هذا العام إن لم يكن هناك تدخل عاجل بينما جددت المنظمة الدولية تحذيراتها من أن الوضع الإنساني في اليمن يسقط من حافة هاوية فهل يتمكن المجتمع الدولي من كبح جماح الحوثيين ومن ورائهم نظام طهران؟ ترجمة نانسي قنقر